كيف نساعد أنفسنا على امتلاك قدرة أعلى على الشفاء الذاتي العلماء يقولون المشاعر الإيجابية والسلوك المتفائل من أهم عوامل الشفاء الذاتي لذلك من الجامعات العريقة التي اهتمت بهذا الموضوع جامعة هارفورد قامت بمجموعة كبيرة من الأبحاث حول التفاؤل كعلاج بديل وخرجت بنتائج حقيقة لا تكاد تصدق من الدراسات المهمة حول هذا الموضوع وتأثيره على الجسد بشكل عام حتى أنه يؤثر على طول العمر ونحن نعلم أن الأعمار مكتوبة ومقدرة عند الله هذه صورة البحث من على موقع جامعة هارفورد بالحرف الواحد التفاؤل يطيل العمر كلمات قليلة جدا ولكن لها معاني كثيرة جدا السؤال لماذا التفاؤل يطيل العمر؟ هناك أسباب لطول العمر أيها الأحبة صحيح الله تعالى يقول لكل أجل كتاب ولكن كتاب الأجل مكتوب فيه هذه الأسباب فالتفاؤل من الأسباب لطول العمر التفاؤل يحسم الصحة والنظام المناعي للإنسان التفاؤل يمنحك جهازا مناعيا أقوى يريح الخلايا المناعية الذي لديه نظرة إيجابية وسلوك إيجابي متفائل يكون أقل عرضة للسكتة الدماغية أيضا الدراسات تؤكد أن التفاؤل يخفض إفراز هرمون الإجهاد أو الكورتزول مما يجعل الدماغ أكثر راحة واستقرارا كذلك جاء في هذا البحث وغيره هناك مئات الدراسات أيها الأحبة كلها تؤكد أن التفاؤل يخفض من مخاطر أمراض القلب الكلمة الطيبة تساعد على العلاج السلوك المتفائل أيضا يسرع التماثل لعمليات الشفاء أخيرا أيها الأحبة الدراسات العلمية لا زالت قليلة في هذا المجال ولكن طبعا يمكننا الاستفادة مما هو متوفر من تقنيات الشفاء الذاتي بشكل كبير إذا دربنا أنفسنا على الهدوء التفاؤل مساعدة الآخرين حب الخير للآخرين كل هذا من شأنه أن ينشط النظام المناعي الذي يلعب دورا مهما في الشفاء ونتذكر هنا تأثير الكلمة الطيبة على الشفاء الذاتي لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول والكلمة الطيبة صدقة الابتسام أيضا تسرع عملية الشفاء الذاتي النبي الكريم قال وتبسمك في وجه أخيك صدقة كان أكثر الناس تفاؤلا ومنحنا التفاؤل في جميع التعاليم التي جاء بها وهو القائل عليه الصلاة والسلام ويعجبني الفأل الصالح نسأل الله عز وجل أن يجعل فيما قلناها العلم النافع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته